إلى ذلك أكد قائد شرطة نينواء الواء الركن حمد النامس قيام أحد الإرهابيين بركن دراجة النارية في شارع الدواسة وتفجيرها عن بعد مشيرا إلى أن قوات الأمنية تجري تحقيقات كبرى للوصول إلى الفاعل والقبض عليه كما تم القبض على الإرهابي الذي فجر الدراجة النارية في منطقة المجموعة الثقافية ما يخص حادث الدراجة أنا أطمئن أهن في محافظة نينواء وأقول بأن جميع الحوادث التي ارتكبت والخروقات قبل هذه الدراجة قد تم إنقاء القبض عليهم جميعا وسينالون جزاؤهم العادل أما هذه الحادثة طبعا هي ركنها شخص ساعة تسعة الثنة وغادر على المنطقة وانفجرت ساعة التسعة ولكن أطمئن الجميع بأنه نحن متابعين وسيتم إلقاء القبض عليه كما ألقي القبض على المجرمين السابقين ترجمة نانسي قنقر